السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى كل متابعين من كل مكان كما عودناكم دائما مجموعة من الأحداث الهامة التي تحصل بألمانيا نقلناها لكم من مصادر ألمانية موثوقة أصدقائي أول موضوع سنتكلم به هو تدافع كبير على مراكز التلقيح بألمانيا بسبب الزيادة السريعة بالإصابات بكورونا بألمانيا حصل اندفاع كبير جدا من قبل يعني رافضي اللقاح من أجل حصول على حقنة عسى ولعلها تقيهم من شر الكورونا على سبيل المثال الآن في مدينة أوغسبوغ في ولاية بافاريا التدافع أو الدخول صار بشكل كبير جدا على مراكز اللقاح نفذت اللقاحات وصارت المدينة تناشد المواطنين بعدم الذهاب إلى المراكز بدون موعد مسبق وبحسب متحدثة باسم مركز التطعيم الكبير في مدينة أوغسبوغ فإن المركز لا يعاني فقط من شحة اللقاحات بل يعاني من قلة عدد الموظفين لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين غيروا رأيهم وأصبحوا يرغبون بأخذ اللقاح الأمر تطور بشكل كبير حيث ناشدت وزارة الصحة الناس بحجز مواعيد قبل الذهاب إلى مراكز التلقيح أما في توغنغن وفي زاكسن إنهالت يعني ولايات الأخرى كانت الطوابير طويلة جدا بحيث من يريد أن يحصل على لقاح يجب عليها أن ينتظر ساعات من أجل يعني الحصول على الحقنة وفي خبر آخر أيضا يتعلق بالتلقيح أعلن مشفى أسن الجامعي وني كلينيكم أسن في بيان غريب من النوع يعني نسمع لي أول مرة في ألمانيا مدير المشفى أعلن أنه هناك توجه جديد بالأيام القادمة سوف يقومون بتعيين الطواقم الطبية والإداريين فقط من الملقحين يعني رح يضعون التلقيح شرط يعني بالتعيين بمشفى أسن بوني كلينيكم أسن ويعد هذا المشفى أحد أكبر مراكز علاج المصابين بكورونا بألمانيا كلها من ناحية أخرى هناك تقرير لشبيغل يبين أن الجيش الألماني يستعد لها الآن ويهيئ 12 ألف عنصر من عناصر لمواجهة طوارئ كورونا على مستوى البلاد هذا ما أكدت اللواء بالجيش الألماني مارتن شليس وقال أن الجيش يريد تنظيم عمل المشافي ودرعات المسنين وحملات التلقيح بالبلاد وسوف يكونون خاضعين يعني لضوابط من ضمنها تغيقية غيقل أصدقائي ننتقل أيضا للموضوع الآخر الآن هناك تطور خطير يحصل على الحدود الأوروبية البيلاروسية حصل تدمير جزئي للحدود والأسلاك أو للسياج الذي بنته بولندا طبعا يستمر النزاع بين بيلاروسيا وبولندا والآن يجري تهيئة عدد كبير من اللاجئين باتجاه يعني دفعهم من قبل بيلاروسيا باتجاه الاتحاد الأوروبي وبنفس الوقت تشتد موجة البرد ووصلت درجات الحرارة يعني إلى مدون الصفر المئوي في الأماكن الحدودية نعرف أن الدول الأوروبية مثل يتوانيا ومثل بولندا قاموا ببناء أسيجة بينهم وبين بيلاروسيا الآن هناك أنباء تفيد بقيام حرس الحدود البيلاروسي بتدمير الأسيجة الحدودية من أجل دفع المهاجرين باتجاه أوروبا وذكرت الصحافة الألمانية هذا اليوم أن المهاجرين الذين ترمي بهم روسيا إلى أسلاك بولندا الشائكة وغاباتها تزودهم بيلاروسيا بقنابل الغاز المسيل للدموع قنابل روسية الصنع يعني حصلوا عليها من القوات العسكرية البيلاروسية من أجل رميها على حرس الحدود البولندي من أجل افتعال اشتباك ولا نعلم ما هي الأغراض هل هي تصوير هذا الاشتباك على أنه عمل عدائي هل هي محاولة أظهار حرس الحدود البولندي بشكل آخر أو محاولة يعني افتعال اشتباك بين المهاجرين المساكين وبين حرس الحدود النسبع بين يوم وآخر يعني العثور على جثث لمهاجرين سوريين وعراقين تحديدا كونهم الأغلبية وآخر الأنباء تشير إلى أن الحرس الحدودي البولندي عثروا اليوم على جثة جديدة للاجئ كان يحمل جواز سفر سوري يعني سورة جنسية وأوراق سورية الرجل كان متجمد من البرد في غابات مدينة بولكا تيروجوفسكا ربي يرحمه وتعزين الحار لأهله على رغم أنه لم يتم إعلان عن اسمه أو تفاصيل أخرى ووصلت الحصيلة خلال اليومين الماضيين إلى تسعة حالات وفاة للاجئين تقطعت بهم السبل من ناحية أخرى كانت بيلاروسيا وروسية تقومان بتدريبات عسكرية ومناورات يعني عسكرية فوق الأماكن الحدودية أصوات الطائرات ومناظر الجنود يعني منظر الجنود يقفزهم بالمظلات كان قرب المعابر الحدودية بين بولندا وبين بيلاروسيا أصدقائي ننتقل الآن إلى موضوع آخر هذا الموضوع هو جدلي وكل وسائل الإعلام الألمانية تتناقله هناك لص منحوس ابن ستين منحوس قرر سرقة فيلا فخمة بألمانيا هذا اللص استحب معه صديقة من أجل يعني أخذ ما يستطيعون أخذه من مكان الحادثة طبعا الحادثة حصلت في مدينة لوبك بألمانيا بعد اقتحام المنزل اللي يسكن رجل مسن متقاعد طبعا اللصوص وجدوا أن الفيلة الفخمة يعني يسكنها رجل مسن متقاعد اعتقدوا أنهم يعني قد يعثرون على كنز ضخم بالمنزل ويسكن به رجل يعني كبير بالسن فاعتقدوا أن الأمور يعني سوف تكون سهل عليهم جدا جدا لاحقا تبين أن الرجل هو عسكري سابق ومتقاعد ولديه أسلحة نارية بمنزله وعندما اقتحموا المنزل كان الرجل ينتظرهم والبارودة مورثة بيده يعني جاهزة لإطلاق النار هرب الشباب اللي أعمارهم بالثلاثينات من المنزل الرجل لحقهم بالشارع وأطلق عليهم الرصاص باحترافية وأصاب أحدهم وقتله فورا والآخر ندم على أم اليوم الذي قرر أن يصبح به لص ولكن لا ينفع الندم فهو قد خسر صديقا بكل دول العالم ربما يتم اعتبار الرجل المسن المتقاعد بطل ربما يحصل على مكافآت ربما يقومون بمقابلات صحفية معه ولكن في ألمانيا حصل ما لا يتوقعه أحد تم الحكم على الرجل المسن بالسجن لمدة سبعة سنوات بسبب قتله للص بثلاثة رصاصات بصدره طبعا الرجل المتقاعد أوضح للقاضي أنه كان يريد طرد المتسللين المزعومين وتلقينهم درسا لن ينسوه طول عمرهم من أجل أن لا يعيدوا الكرة ولا يزعجوه باقتحام منزلة مرة أخرى هذا من ناحية من ناحية أخرى لشتاتس أنفلتشافت يعني النيابة العامة طالبوا بسجن المتقاعد تسعة سنوات وثلاثة أشهر كونه قام بقتل نتيجة الأهمال ولكن القاضي كان له الرأي الحاسم وقرر أن يتم الحكم على الرجل المسن بالسجن سبعة سنوات بالمناسبة أصدقائي الخبر ذكرناه بشهر ديسمبر القادم ولكن أول أمس صدر الحكم بالسجن سبع سنوات وهذا الأمر يعني اعتبره شيء مثير جدا للجدل أنا شخصيا أصدقائي أعتقد أنه ربما لو أطلق الرصاص على سيقانهم ربما كان لم يمر بهكذا عقاب أو كان يعني سوف يعاقب عقاب خفيف ولكن القاضي له الرأي الحاسم بكل الأحوال شاركونا رأيكم أصدقائي هل يجب تكريم الرجل العسكري أمسجنا بسبب يعني هذه الفعلة اللي يعتبرها البعض بضفاع عن النفس والبعض الآخر يعتبرها مبالغة بالعنف أصدقائي الآن ننتقل للموضوع الأخير الموضوع الأخير تناولته وسائل الإعلام الألمانية بأهمية كبيرة كل يوم تحصل في ألمانيا ستة جرائم معادية لليهود بألمانيا في مطلع تشرين الثاني نوفمبر أحصت السلطات الألمانية 1850 اعتداء على خلفية المعادات السامية ويقول الخبراء الجنائيين أنه في هذه الحوادث يتم الإبلاغ عن واحدة فقط من بين كل خمسة حوادث يعني كل خمسة حوادث تصير بالحقيقة يتم الإبلاغ عن حادثة وحدة الموضوع تم إثارته من قبل تكتل اليسار البرلماني بالبرلمان الألماني والطلب تلقته الحكومة من هذا التكتل بالخامس من نوفمبر واليوم هو الثالث عشر من نوفمبر أتاهم الجواب ويقول التقرير لنشرة وسائل الإعلام الألمانية أن جرائم معادات السامية في ألمانيا تسجل أعلى الأرقام بالسنين الأخيرة خصوصا بعد موجة الهجرة بعد عام 2015 من عام 2001 حتى عام 2018 شهدت ألمانيا 2032 جريمة معادات للسامية تجاه اليهود بينما فقط بعام 2019 شهدت ألمانيا 2351 جريمة لاحظوا يعني الرقم هو كبير جدا بسنة معينة وبالسنين الأخيرة بدأت الأرقام تزداد في عام 2021 هؤلاء إحصائيات هناك 17 شخص يعني أصيبوا أو تضرروا جسديا نتيجة هذه الأنواع من الجرائم المعادية للسامية وتم تحديد هويات 930 شخص بألمانيا بأنهم مشتبه بهم بالقيام بأمور معادات السامية أصدقائي بهذا الخبر وصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله رب تكون السفادية واخدتوا فكر عن ما يحصل بهذا البلد تحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة